وقعت وزارة شؤون شباب والرياضة وديار المحرق اتفاقية انضمام الشركة إلى أسرة رعاة مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب لإنشاء ملاعب الفرجان في قرى ومدن المملكة ووقع الاتفاقية من جانب وزارة شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون شباب والرياضة ومن جانب ديار المحرق المهندس احمد علي العمادي الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بحضور عدد من المسئولين وفي تصريح له بهذه المناسبة قال سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد ان وزارة شؤون الشباب والرياضة تواصل تعاونها التام والوثيق مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للإعمال الإنسانية وشؤون الشباب بإنشاء ملاعب الفرجان والتي تحمل في طياتها العديد من المعاني والأهداف النبيلة على الحركة الشبابية والرياضية وضف أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تعتز بانضمام ديار المحرق إلى عائلة رعاة مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الأمر الذي يؤكد حرص الشركة على القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع الشبابي والرياضي عبر رعاية ودعم المبادرات الوطنية كما أن هذه الرعاية تؤكد الاستراتيجية الموفقة التي ينتهجها القائمون على ديار المحرق ليكونوا جزءا أصيلا من هذه المبادرة المتميزة ومن ناحيته عرب المهندس أحمد علي العمادي عن تشرف ديار المحرق بأن تحظى بفرصة دعم مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مشيرا إلى أنها من المبادرات الهمة التي تسهم في تطوير القطاعين الشبابي والرياضي في مملكة البحرين نحن جدا فخورين أن نكون جزء من مبادرة سمو الشيخ ناصر لملعب الفريج وهذه شركة ديار المحرق دائما نحاول أن نكون بالتوافق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية نكون دائما في نفس الرؤية التي تطمح لها القيادة ونشكر وزارة الشباب الرياضة وعلى رأسهم سعادة الوزير أيمن بن توفيق المؤيد على هالفرصة التي أعطوني إياها أن نكون جزء من هذه المبادرة